الانفصال عن الواقع والدوران في فلك الوهم أصبح ميزة لحكومة السودان التي بدأت تتحدث عن إنجازات اقتصادية على المستوى العالمي تتعلق بالاستثمار والمشاريع التي تتجاوز حدود العراق بينما على أرض الواقع وفي يوميات المواطن العراقي يختلف الحال تماما تضخم الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف وغياب فرص العمل وارتفاع أرقام البطالة هي السماة البارزة للحالة الاقتصادية المحلية في العراق ومع ذلك تعلن حكومة السوداني قرب انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وسعيها لمحاربة الفساد تقول مصادر نيابية إن جميع الحلول الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة غير قابلة للتحقيق بسبب وجود مشاكل بنيوية في هيكلية اقتصاد البلاد وعدم وجود رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الخاص والشلل المستمر في القطاع العام بسبب غياب الكفاءة في التوظيف والاعتماد على المحسوبيات والرشاوة كما أن الفساد أصبح مرضا عضالا في مؤسسات الدولة ومرتبطا بالأحزاب النافذة المستفيدة من بقاء حالة الفساد اللجنة المالية النيابية تقول إن جميع إجراءات الحكومة تواجه عراقيل وبطريقة مختلفة لأن الدولار كان ولا يزال المعرض الرئيس للدولة والأحزاب التي اعتاشت على الأزمات في زيادة ثرواتها بطرق مختلفة وعن مشكلة النقد الأجنبي كذلك تقول المصادر النيابية إن الدولار في الأسواق الموازية شكل لسنوات مصدر ثراء لبعض الأطراف واستنزافا لخيرات البلاد بطرق مختلفة خاصة مع التهريب على نحو بات يهدد الاقتصاد ويدفع الدنار للانهيار المتكرر ما يشكل ضغطا على الأسواق ويزج البلاد في متاهات العقوبات وبسبب حالة اليأس من حل الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الحالي أصبح العراقيون على قناعة بأن أي مشروع تقوم به الحكومة هو لخدمة مصالح الأحزاب والشخصيات النافذة ولن يعود بالنفع للشعب العراقي